أنا عمري ستين سنة وإيه يعني مشكلة بس من وإذا خلطاتك ما شاء الله وإيه شي تقولين عمري أربعين سنة والله العظيم وأتمنى أصعد وكلمت والله تنوريني تنوريني وإذا كنت من المتابعات ودائم تقدري تقولي لي إيه اللي قاب معك نتيجة من فضلك أحب أسمارك الخميرة 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 مع ماء الذكر لبان الذكر والنشا والماء البوتاتا البطابس ده أقوى واحد ده أقوى ماسك للحميرة ده وأرطب وراء من غسلة أرطب وراء بزيت اللوز الحلو ما شاء الله ياهل يشوفني يقول حلو حلو يجنن أنت عارفين يا جماعة أنه مادة الكورتزون والفلر الكورتزون موجود في اللي بنا ذكر والفلر موجود في الخميرة فأنتي بتحطي اتنين فطاحل مع بعض زائد أنه البطاطس فلر فأنتي كده دخلة في ثلاث مكونات مؤثرين جدا النشاء لتفتيح البشرة لبن البودرة لتفتيح البشرة فأنتي بتطلعي بعد الماسك ده حاسة أن وشك فيه حاجات كتيرة قوي اتكملت نضارة أنا متبعاك والله من زمان من زمان من زمان متبعاك ومرة بنت كانت بتقنف شعر وكان عليها حفل وكان وجهها مش عاجب نبد المرة وطبقت وصفة من وصفاتك أقسم بالله أقسم بالله إن وجهها جلب من خمسين في المية لمية في المية ما شاء الله دعياني شاهد أعداز بيها أنا أول مرة أسمع حضرتك وأكلمك ما أعرفكيش ودي حاجة تشرفني إنه في حد فلسطين أهلا وسهلا دعاني فلسطين دعاني لتدعاء والله دعيت لك يا الله وبنت دعت لك يا ربي دعال هيك دعاني بلا أنا كنت بقوله بقى لحضرتك يا أستاذة يعني كنتي حضرتك كنت من خلال وصفة آه يعني بنت الأستاذة صيبة أخدتها استعملتها شكرا وأكيد من خلال بنتها وصفت الوصفة لحد تاني فبدأ يستعملها فأنت أصلا عملت ريتش آه عملت ريتش في القاعدة الجمهرية بتاعتك بشكل غير مباشر فأنت ما تشلمساه لكن هو موجود على عرض الواقع فهم أصلي؟ حقيقي لأنه أنا لما كنت بشتغل كانت بتجيلي رسائل كتير جدا على الخاص كان من الصعب أوي أما من كتر عدد الصفحات هيسمعوها لأول مرة أنا أول دخول للمعملية أنا كنت برتجف عارف يعني إيه برتجف أولا أنا مش طبيبة فكوني أنا أقف وحوالي يدى كترة بيشوفوا أنا بحط إيه على إيه وإزاي وكمية إيه ويحاولوها من ملعقة أكل لجرامات أو لمليمتر للسوائل ففي حاجات أما بحطها على بعضها وبياخدوها يعملولها تيست بيتحكوا ويقولولي واو أنا في اليوم ده أنا كنت يعني كل لما أشرب حاجة تديني طاقة أحس إن رجلي بتترعش هو مش خوف هي الرهبة ومسؤولية مش طبيب واقف مع أطباء الرهبة لكن الشغف إنك أنت تثبت وجودك ده كان شيء بالنسبة لي صعب جداً أول رحلة لواشنطن إنه أنت تاخد تصريح بتصنيع أول كريم براند باسم أبي لوندون وكر في واشنطن مش مثلاً تحت بيرش سلم في مصر ولا في عطار ولا في حاجة ده في واشنطن دي سي يا جواعة فهل يعقل إنه أنت يا أبي يلي كنت بتقفي بجلباب وتزلعقينش في كل فيديوهاتي كمهائل من الفيديوهات اللي أنا عملتها خلال الشهرين اللي فاتوا قبل ما يدخل أمريكا شهري ده المورينجا ما كانش حتى يعرفها مورينجا باودر دخلت على أوراق النيم للتساقط ما حادش كان يعرفها عملت أحاجات بزبدة المانجو ما حادش كان يعرفها بدل زبدة الشيال إنها أخف ورحتها مقبولة جداً ومفعولها أكيد مفعيل عملت لهم حاجات جديدة فعلاً فعالة لدرجة إني عملت ماسك الخميرة اللي بيعيش جواة طلاجة ما إن ده حاجة عمر ما حد عملها أصلاً إنه إنت إزاي تحط خميرة جواة طلاجة وما تفرش وده كان ماسك يعني بيعيش ثلاثة يوم أنت بتطلع وتعمل منه وترجعوا طلاجة تانية ده بالنسبة لي كان ابتكار أثناء شهر رمضان الناس كلها بتفرجع لمسلسلات عند أنا بيعي حاول أوصل للمعادلة اللي تحفظ الخميرة عند تخليها تعيش في التلاجة وتديني نفس المفعول للمرأة العاملة لما داش وقت مصقات خفيفة وسهلة من المطبخ ممكن من مكعبات بوتايت وبطاطس أو حاجات للفقراء للشعر الأكرت من البامية أو حاجات كتير جداً أنا عملتها وعملت فيها مجهود لكن بلاحظ إنها أبي ممكن هي يعني أو الكلام يعني موجهة ليك بشكل محدد يعني أنت حضرتك شخصية مؤثرة جداً الصراحة من خلال أعمالك اللي بتقدميها والوصفات كمان اللي أنت بقى أقل التكاليف كمان بتطرحيها للناس إنها تستفاد منها ويمكن الحاجات اللي حضرتك بتشتغل عليها فديات ما بتكونش من فراغ نتيجة برضك إن انت حضرتك بتتبعي الوصفات وإيه الفواد اللي من خلال الوصفات والتركيبة بتاعت الوصفات إيه العناصر اللي بتكون موجودة فيها تقدر تضيف يعني للبشرة أو أي إن كان الطريقة اللي بتستعمل إليها يعني فكل الأمور ديت حضرتك أنت بتشتغل عليها وكمان بتجيب نتيجة يعني مش حاجة معمولة كده من فراغ ويمكن شركات تجميل كبيرة ضخمة أصلاً يمكن بتاخد من التركيبة اللي حضرتك بتعملي منها وصفاتك دي بتعمل عليها أبحاث وبتنزلها منتجات في السوق بحقيقة لأنه أنا لاحظت أنه ناس كتيرة جداً من ساعة ما أنا بدأت اعتمدوا على تقريباً أربع أو خمس وصفيات ونزلوا فعلاً للسوق وبيتبعوا زي صابونة الشيا أنا عملتها من حوالي ثلاث سنوات عندما اتفجأت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر